دكتور نازار تسمعني؟ يا أنت أسمعني دكتور سألتقى بشوية أنت لا تسمع كانت تصريح مع سيد محمد العبودي على لجهة الانضباط بدور المحترفين والاستيناف يعني حقيقة دوقني قال هي قانونية بس مو شرعية مع ترامي الزميلي لقى محمد العبودي كلامك يا الدقيق السبب واحد لأنه أنت وفق النظام الأساسي الاتحاد المكتب التنفيذي من حقه يشكل اللجان عاملة ولجان خاصة ضمن اختصاص عمله الساعدة بواجباته أي من حقه يشكل لجان عاملة ولجان مؤقتة أنه فقط في المسائل التنفيذية أما اللجان القضائية فتشكيلها واختيارها وحصرا من قبل الهيئة العامة لأنه وفق النظام الأساسي أنه الاتحاد أنه مبني على مبدأ الفصل بين السلطات اللي هي السلطة التشريعية السلطة التنفيذية اللي هي المكتب التنفيذي واللجان العاملة والأمانة العامة واللجان القضائية واللجان المستقلة المكتب التنفيذي لا يحق له تشكيل هيئة تمارس صلاحيات الهيئة القضائية هذا يعتبر تدخل في الفصل بين السلطات والتجاوز على مبدأ الفصل في السلطات لذلك أنه اللجنة اللي شكلها الاتحاد تحت مسمى لجنة انضباط دوري نجوم العراق لجنة غير شرعية وممارستها للعمل القضائي وإصدار قرارات قضائية يعتبر انتحال صفة هاي من ناحية هاي أمور مو قانونية مو شرعية ما متعارف عليها ماكو مشتكي ماكو أحد يروح يحرك أي شكو بضبط انتحاليا وصلت إلى مرحلة التزوير مرحلة ده شكل اللي جان وهل اللي جان يعني هسه مثل مجلس الوزراء العراقي هل من حقه يشكل محكمة تحت مسمى لجنة خاصة وهاي المحسمة تمارس دور القضاءات وتصدر أحكام وتجن أشخاص دكتور قبل شنة نشوف ناس تعارض ناس عندها موقف ناس تناقش كان أكو هاي المعارضة يا أخي حسن هاي الناس وين راحت وين تبخرت يعني معقول المصالح تخلي واحد يسكت على هيك أمور جاي يصير وأمور واضحة بأنه هي خلل أبو آدم اسمحني بنقطة وحدة لي كلش مهمة يعني بصراحة يعني مؤلمة مؤلمة إنه أرجع إلى لاحة انضباط لاحة انضباط دوري نجوم العراق هاي اللائحة الاتحاد العراقي سرقها حرفيا وبدون كاملة عن الاتحاد السعودي وحدة نسا أو ما كلف نفسه يغير كلمة بضبط الاتحاد السعودي هذا تعتبر إحانة للعراق العراق إنه هاي هي اللي معروضة بالجوم حتى ما شايلين مركز التحكيم الرياضي السعودي السعودي ومواضع أخرى العراق اللي شرع أول قوانين رياضية سنة في تسعمية وواحد وسبعين يعني يعني شيء معيب ويمثل إهانة للعراق صدقني أبو آدم إنه تذكر قبل سنتيا من صارت موضوع التراخيص بخصوص أمانة بغداد ونادي الميناء باكل وقت أمانة بغداد طلبوا من السعناف القرار لدى محكمة كاز رفضت السبب واحد لأنه إذا السعنافت القرار راح اعتمد على لائحة تراخيص الاتحاد العراقي اللي هي مسروقة من الاتحاد السعودي اللائحة وما بتعبين نفسهم شايلين كلمة إنه مصالح الاتحاد السعودي إذا أروح السأل في المحكمة والله أستح وأخجل أو ضميري ما يسمح لي أنه أكون بقضية تمثل إهانة للعراق يعني أمر محيب الله يباركي الله يباركي أستاذ نزار يعني ممكن يعني ما مسموح أنه ممكن نقتبس 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 أول عزيزة بقواني شين السعودي منه بس عزيزة بالعراق لا كلمة السرقة أنا أشوفها يعني مجحفة بحق بحق مفصل مهم ببلدنا فممكن اقتباس يكون أفضل كلمة علمية لا كلمة بياتهم لا اقتباس ما بياتهم عزيزة أكو شغلة وحدة أنه حتى مرات من تقتبس أنتك أفسط احتمال بنفس الحالة الغرامات المالية الغرامات المالية تتناسب مع الظروف مع أمكانيات الأندية أمكانيات اللاعبين يعني معقولة أنه مثل مسؤول أو لاعب أو مسؤول دخل الشهر مليون دينار أجي أصدر بحق قرامة 25 مليون بس حسب معلوماتي يعني الاجتماعية أنه سرق إذا أخدت الشي يعني ما مضل بمكانة يعني ما يعني هم أفرق منهم أفرق من محتواهم يعني سرقت أخدت انتهى بعد موضوعك طيني غير كلمة كابتن